تراجع حاد في الطلب على الغاز لامس أوروبا خلال النصف الأول من عام 2023 وفق ما أورده منتدى الدول المصدرة للغاز في تقريره الشهري الذي أشار فيه أن ذلك سيستمر حتى نهاية العام حيث توقع خفاظا بنسبة 8 إلى 10% تقريبا مقارنة بعام 2022 وأشار التقرير إلى تراجع الاستهلاك بنسبة 10.6% في النصف الأول من العام الجاري أي بقدر 21 مليار متر مكعب ويعود هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى شتاء الدافئ الذي شهده الاتحاد الأوروبي بشكل استثنائي في الربع الأول من 2023 ما أدى إلى انخفاض الطلب على التدفئة المنزلية وقد حدد الاتحاد الأوروبي هدفا يتمثل في خفض الاستهلاك بـ 15% في دوله الأعضاء الـ 27 لكن لا يزال احتمال ملاحظة اتجاهات مماثلة في استهلاك الغاز الطبيعي في أوروبا مرتفعا في النصف الثاني من هذا العام بينما أحدث التوقعات الجوية تشير إلى أن الربع الأخير من العام سيتسم بظروف أدفأ نسبيا ويرى الخبراء أن الاتحاد الأوروبي ما زال في حالة تعافي من أزمة انقطاع الإمدادات الغاز الروسي بعد الأزمة الأوكرانية ورغم أن السوق تعافت من هذه الصدمة إلا أن المخاطر قد تتفاقم خلال السنتين المقبلتين وعليه شدد الخبراء على ضرورة سعي الاتحاد لتأمين موارد الغاز من خلال مصارات جديدة